موسيقى كلنا حكاياتنا ممكن تعمل أفلامها بس 20% من الناس حكاياتهم الحقيقية بتعيشهم وتموت معهم بيحكوا منها جزء صغر قوي الجزء اللي عايزين الناس تشوفهم به وانت بقى بتقرى الكفة لدكتور نفسيني احنا مش دائماً بنكون قويسين مع كل الناس كلنا بنقذ بعض مليل ما نحس قبل ما تحكي أهم حاجة الصدر أهم حاجة تقولي الحقيقة ما عزك تحكي من الأول الشخص مؤسس فوق ما أي حد يا تخيل انت السبب في ان عشت أيام سودع ومعنديش استعداد عيشها تاني موسيقى 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 الوقت بيغير وانت كل مرة بترجعلي بترجعلي بنسخة جديدة منك احكيلي يا يوسف مش دايما نتكمل انت بتبتدي بها مع الناس احكيلي الموضوع مالوش علاقه بالمال والجمال دي حاجة عاملة زي السحر فيروس دائرة معفوضة علينا كلنا الدائرة مسلسل بيعرض على قناة الحياة وطبعا على واتشت انا شخصيا بتفرج عليه على واتشت النجم احمد صلاح حسني وايمان العاصي وعدد من الفنانين والنهاردة معانا نجم كل البنات بتحبه وكل الشباب بيحبوه برضو وهو لعب كرة في الاساس وانا مش عارف هل هو صح انه حد يسيب يعني نجمية الكرة دي نجمية رهيبة سيسيب الكرة ويروح للتمثيل هو شاطر في التمثيل ولكن الكرة برضو لها سحرقة هنحاول نعرف منه بعض الحكايات والاسرار اهلا بيك اهلا بيك مبسوط قوي ان انا معاك اللهي وانا كمان الاول شفت ماتش النهاردة شفت يعني حيتت كده ايه بقى رأي يقفل ماتش ماتش قوي ماتش قوي يعني اه بس يعني بصراحة الاهلي يعني كنا متوقعين الاهلي كان عنده فرص اكتر انه يكسب بس هي مباراة متوقعة ان هيك بتبقى صعبة بس انت عنها انا بقيت مبقافش اكلم في الكرة يا شيخ ده انت طول النهار بتكتب على الكرة في اللي اه ماشي على تويتر اه بتكتب على الكرة اه بكتب بس مبقيتش يعني مش عارف يمكن الخواطر بتجيلي وانا قاعد كده بتفرج وبتعفى بقوم كاتب حاجة بتاع بس بقلي كتير قوي مش مش مركز في الكرة زي زمان طبعا اه بس حساسات الماتش ده طبعا انه شريف اكرامي طبعا ورمضان صبحي في الناحية التانية واحنا ده بالنسبة لنا كأهلوية يعني عامل حساسية بس شوفناها كتير يعني شوفناها كتير خلاص اللقاء هتعود عليها ما بقيتش حاجة غريبة يعني هيمكن كانت اصعب لو الناس تفتكر لما حسام وابراهيم راحوا الزمالك اه كانت اصعب على جمهور الاهي كمان انت كنت في الوقت ده بتلعب؟ كنت في الوقت بلعب اه كنت بلعب بس كنت محترف ما كنتش في مصر يعني بس تباعت طبعا ودود الافعال كانت صعبة جدا طبعا جمهور الاهي كان حسام وابراهيم بالنسبة لهم من امرادي النادي نشيئين هنرجع للكرة بس الدايرة في مسيرة احمد صلاح حسني ايه؟ يعني مسلسل انا سعيد جدا ومفهور بي بصراحة بانه مسلسل بصي كتير قوي بيحصل الناس تتكلم على مسلسلاتها فيقول مسلسل مختلفة هو مسلسل طريقته مختلفة فعلا ويمكن شوية وهيبقى معنا مؤلف والمخرج والستاذ احمد سامير فرج والستاذ محمد عبد مواطي هيشرحولك اكتر بقى بتفاصيل تركيبة المسلسل تركيبة جديدة يعني احنا بنتفرج دلوقتي او يمكن تعالي نقول ان الشباب دلوقتي بقى بيحب الافكار الجديدة فيمكن تركيبة المسلسل ده ويمكن ده كريدت ده اكتر كريدت انا بحبه عن المسلسل انه لما الناس تكتب ان المسلسل مختلفة المسلسل طريقة الحكي جديدة ما شوفناش قبل كده تبقى حاسس ان انت فهمت وفجأة الموضوع يتشقلب خالص فتلاقي نفسك لأ ده انا كنت فاكر كده والموضوع حاجة تانية خالص فيمكن وساعد بجد ببطال المسلسل ساعد بكل الممسلسلين لانه حاسس انه وديه كانت اجواء في التصوير حقيقي كانت مفرحاني جدا انه كل واحد حاسه باطل كل واحد حاسه باطل فيها لان كل واحد عنده حددته كل واحد عنده قصته اللي بتتحكي من وجهة نظر ومن وجهة نظر الاخرين كمان كدكتور نفساني انت بتلعب دول دكتور نفساني هل سألت هل ولا خدت شفت السكريبت وقررت ان انت تمثله زي ما انت عاريت بصي هو ميكس بين الاتنين كان لازم يحصل يعني فكرة انك تسأل طبعا سألت واعدت مع دكتان نفسيين وعرفت تفاصيل وعرفت طريق يعني لان هما ليهم سيستم يعني الدكتور النفساني هو محتاج يكون حيادي طول الوقت وبوكر فيس ما بيديش رأكشنز خالص لانه اللي جاي بيحكي ده محتاج الاول الثقة محتاج انه يبقى مرس ترياح لك وبعد كده يصرق فيك عشان يحكي لك مفيش حد يقول مع حد يقوله سر أو حجم ده بس هو هنا بيتورط فيها شاعر ده الجديد وده ممكن يكون ضد المهنة شوية ده الجديد لانه هو بني آدم في الاخر هو بني آدم وبني آدم الباكجراوند بتاعه يمكن احنا حكينه بطريقة جديدة شوية انه ده واحد والده والدته بيعشقوا بعض خطار طبعا طبعا بيحبوا بعض جدا ومنفصلين بقى لهم 30 سنة مهبعوف ورشاد وامد رشاد بصراحة يعني من اكمل المشاهد في المسلسل هم عاملين روح في المسلسل يعني من كتر احنا بنروح في المواضيع كتيرة جدا جدا بيحبوا بعض جدا ومنفصلين منفصلين يعني هي فكرة كمان كانت انا شايفها فكرة خليها فيه شفت في المود في المسلسل فيه لايت شوية اه يعني بتروحي للحواديد وبعدين ترجعي لهم تلاقي نفسك بتحكي من غير ما من المشا دي ايبدا وبتحك عليك بصراحة كمان انت انا متبادل معاهم متبادل معاهم شايفوا المسلسل ده المسلسل ده 45 حلقة اولا المسلسلات الطويلة انت شايفوا ايه في مسيرتك يعني الفتوة انا كنت شايفها واحد يعني يمكن اعلى نقطة في مسيرتك انا كمشاهد بتفرج عليها كانت الفتوة انت شايف خط من امر برضو كان مهم بس انا شفت الفتوة حد تاني شفت فعلا مجهود ممزول فانت شايفت دايرة استمرار هو انا بسيب بسيب موضوع الترتيب او ايه اكتر حاجة بتحبها يعني اكتر حاجة بتحبها لان انا بالنسبالي كلهم بحبهم بنفس الطريقة مفيس بقى كلهم هبنائي كلهم حقيقة والله اللي انا بقولك ده حقيقة انا مفيش دور بعمله الا ما بكون بحبه جدا وبعشاءه عشان اعرف اعمله عشان كده ادوارك مش كتيرة يعني بالزبط وعشان اعرف اعمله لان انا لازم احبه عشان اعمل الحاجة فانا بجد كل الادوار بحبها اللي بحب بقى اسمعه ايه زي ما حديك بتقولي كده حديك مثلا الفيفوريت عندك بيبقى الفتوة في حد تاني حكايتي وفي حد تاني خط من نم وفي حد تاني بالنسباله الدايرة فهي الزوق لازم يختلف بس هو الميزة في كل دا ايه ان انت تقدر توصل للناس يعني انا وصلتلك في الفتوة انت يمكن بالنسبالك الفتوة عشان مختلف خالص عن اللي قبله واللي قبله لان انا اللي قبله كنت رومانسي ورومانسي محادش كان متوقع ان دا رمضان اللي قبليه كنا بنعمل حكايتي كان علي البرون فكان رومانسية جدا 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 فان انت تاخد قرار ان السنة اللي بعدها تعمل في زمن قديم وشوم وبلطجية فانه تاخد القرار دا انا هو دا القرار اللي حقيقة كنت سعيد بي جدا يعني يمكن قرار ان انا اعمل فتوة هو من القرارات اللي انا فخور بيها يعني انت في حكايتي رومانسية فضيعة والناس بقى كانت مقطعها شراينة وياسمين صبري يعني وده كان بيقدمك بشكل نجمي انا بقى تحط احمد صلاح حسنين كنجم في مكانه وبعدين روحت الفتوة انت ميال ايه اكتر الرومانسية دي اللي بتخلي البنات ولا اللي بتعمل فيه مجهود الدور الحلو والله الدور الحلو هو اللي يعني الدور الحلو هو اللي بيشديني مش يعني لو الدور الحلو مكتوب زي ما علي البروم مكتوب في دليدة هحبه لازم هحبه وعمله بالشكل ده والفتوة لو مكتوب كده لازم بس مسحته رقم واحد ولا يعني في الفتوة أنت مكنتش يعني في ياسر وياسر جلال ده صديقي العزيز يعني في ياسر جلال وانت بس أنت زي يعني مساحات برضو متساوية إلى حد كبير فأنت مكنش عندك غضادة أو مشكلة أن أنت تبقى نمرة اتنين بس تعمل دور حل خلص ولحد النهاردة ولو عملت مئة فيلم يعني يا ربنا دينا عمر نعمل شغل كتير عمري مهارف ضد دور الحل عمري مهامل كده مين بينفسك؟ يعني أنت شايف مين المنافس بتاع أحمد صلاح وصي الوقت؟ ما أعتقدش أنه في حاجة اسمها منافس أنت بتنفس نفسك أنا بنافس نفسي يعني أنا بنافس طموحي بنافس الليفل اللي بوصله والناس تحبه أصعب حاجة في الشغلانة دي أنك تعلي على نجاح أنك بعد النجاح تعمل نجاح أكبر منه وتحاول تحافظ عليه وتعمل نجاح أكبر منه عشان كده لما بنتفرج على أسادزة زي أستاذ عادل إمام أستاذ أحمد زاكي الله يرحمه أستاذ محمود عبدالعزيز الله يرحمه والأسادزة اللي موجودين دلوقتي أستاذ أحمد الثقة وأستاذ أحمد عز وأستاذ كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وأستاذ أمير كرارة برضه يعني لفل الواحد نسيبك أمير أمير نسيبك أه طبعاً أخويا أخويا كمان حبيبي يعني وكل الأسادزة دول حبيبي على فكرة يعني سواء عز وكريم وسقى بحفظ الألقاب طبعاً دول إن هما يفضلوا في الليفل ده ومحافظين عليه السنين دي كلها ده موضوع صعب جداً صعب جداً ودول لو كانوا بيفكروا إن هما بينفسوا بعض مع إنهم كانوا طالعين أفلامهم بكل عيد وكل عيد كبير وعيد صغير هما كانوش بينفسوا بعض ولو سألت كل واحد فيهم هيقولك نفس الإجابة دي مين النجم اللي إنت نموذك بالنسبة لك؟ أو اللي إنت شايفه هو ده مصري؟ مصري عندنا كتير الله يعني حقيقي بس طبعاً أستاذ أستاذ أحمد زاكي الله رحمه أستاذ عاد الإمام وأستاذ محمود عبد العزيز دول أول ثلاثة بيجوا في الماغي وأجنبي؟ أجنبي مارلون براندو روبر دي نيرو ألبيتشينو أنتوني هوبكنز دانيال داي لويس دانيال داي لويس الأديم قال أنا أنا مذكر مارلون براندو أنت بتتكلم في الأديم لا الناس دي أنا بحب أحب التمثيل قوي من وأنت صغير تتحب التمثيل؟ إن أنا أبقى لعيب كرة وأعمل شفت كده الشفت ده مش اللي هو أنا عشان خلصت كرة فهروح أمثل عشان أفضل موجود قدام الكاميرا يا موضوع ما كانش كده موضوع عشق من وأنا صغير للسينما يعني بقى بعشة للسينما وتفاصيل كتيرة يمكن يمكن لما بفتكرها دلوقتي بقول سبحان الله أنا إزاي قاعد هنا أصلا بس بس الشفت يعني أنا دخلت الجامعة درست كذا عملت كذا كان حلمي كذا فالسكة مكملة بعض شفت مجانيني انت دخلت في سكة وكملت كرة واحتراف ونشئين واحتراف وكذا وكذا وسافرت بره وكت أول ناشئ اه احترف يحترف بره وقصتي وبعين فجأة شفت قاسي جدا شفت قاسي جدا ده يعني بعد خمستاشر سنة دلوقتي صح؟ اه أنا بطلت كرة 26 سنة دلوقتي أنا اه اربعين اه يعني اربعتاشر سنة اربعتاشر سنة ندمان ولا شايف ان انت عملت حاجة صحيح؟ عمري مندمت الحمد الله على اي حاجة بالعكس أنا استمتعت بالكرة ويمكن كنت محظوظ ان انا بدأت بالكرة ليه؟ لأن علمتني الانتزام علمتني ازاي بقى ملتزم وازاي قدر الحاجات زغيرة وازاي قدر الناس اللي بتتعب عشانك لأنه الكرة تي مورك او لعبة جماعية فبتعلمك انه المدرب اللي بيقف معاك بعد التمرينة يقعد ساعة عشان يعملك رصات عشان تجيبها جون ده بيعلمك حاجة فده لازم تقدره وتحترمه زي بالزبط عامل القوضة اللي كل يوم بتلاقي لبسك نضيف وشكلك كويس وحاكتك متوضبة لازم تقدره ازاي؟ ويمكن عشان روحت الالمانيا كمان هما كمان في الموضوع ده في الموضوع ده ستريكت جدا وديسبلين جدا بس شكلك وانا بتفرج عالصور شكلك حد تاني ما هو الشعر كان مقلوب شعر ايه؟ انت حلقت شعر شعر كان فوقه بالوقتي فيه سؤال مهم جدا ده وقع طبيعي ولا يعني انت صلعت يا احمد ولا حلقته؟ لا هو خف جدا قول الحقيقة حاولك الحقيقة والله هو خف جدا تعرف انا عندي صلعف انا عادي لا 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 انا كنت بعمل الوان كتير جدا في شعري الوان يا شيخ انا كنت كل اسبوع تقريبا بعمل لو انا بقى في المانيا وبلجيكا وتركيا بقى اوروبا بقى وصغير وعاشين سنة وبتاع ادي مشاكل السبغة السبغة التي وقعت شعر اوقات شعر فكنت بعمل السبغة لان انا يعني عيلتي مفيش حد اقرع يعني بابايا بشعر ويعني تمام فيمكن السبغات الكتير السبغات الكتير يا اللي عملت كده ما ننصح الشباب انه بلاش انه يحطوا سبغات عشان القرعة احلى حاجة في الدنيا ثالث اريع حاجة في الدنيا يا الله يعني انا مش هتكلم في الموضوع ده لانه ده عندنا عادي في الاسرة لكن بجد والله انت فجأة يعني طب هو وقع فانت كملت عليه بقى يا نا كملت عليه بقى خلاص بقى واش ما بيطلقش تاني؟ لا خلاص ما بقاش يطلع فأنا بقى أجزوره على طول فما بيطلعش الصالح سليم في حياتك إيه؟ خده خده ويعني أنا يمكن عدت قاعدة واحدة معكد الصالح سليم قاعدة واحدة واحدة يعني قاعدة الواحدين يعني كان عندي 17 سنة، 18 سنة وكان جالي ينادي يشتط جدا وساعتها كان ما امش فكر اسم المدرب كان اللي بعد هولمن كان تسوبل غاينز تسوبل اسمه الراجل ده كان عايزني جدا وكان شايفني هلعب أساسي لأنه في الفترة دي لو تفتكري كان كان في مشاكل بقى مع حسام حسن وفليكس كان ماشي فكان فيه تغيير في الفرقة فكان الراجل شايف ان انا هلعب ستاندين يعني من أول السيزن وعندي 18 سنة وهيبقى مستقبل للنادي الأهلي يعني وفي اللحظة في الوقت ده جالي نادي شتودجد في ألمانيا فانا قابليها بقى الزبوع بس يعني فيه حصل حاجة قابليها بقى الزبوع كده روحت الباباية قلت له أنا عايزة أخش معها التمثيل وكنت بعيد بالدموع يعني ده وانت خلاص انت فيه طريق لا فترة دي أنا بقى كابتن منتخب نشئين وبلع منتخب أولمبي وكابتن جواري في 98 ووداني معهم عسكر المنتخب 98 بس مرسفيتش معهم البطولة بس روحت المعسكر المنتخب يعني الطريق واضح طريق واضح وجالك شتودجر وصريح لسه بقى لسه فاخناقة بقى خناقة يا بابا انا عايزة روح معنا التمثيل اه وانا مصمم ويابني وهو عارفة بيرد علي ردود اللي هو يعني مرحمني وانا استعصبت وكنت بالدموع عايزة روح عايزة خش من معها ده عايزة أمثل يعني عندكو اي حد بيمثل في العينة مفيش بس كان الموضوع سرقني جدا جدا وبعدين فجأة بعدين بأسبوع لقيت نادي شتودجر جايلي وفجأة تصعدت في فريق الأول ومدرب عايزة لعبني فبابا يقعد وقدامي قال لي شوفت فانت سعيتها فوقتها اللي هو ايه ده وانا غلط بس فكرة ان باباك في السن ده في الوقت ده مستعد ان ابنه يروح ويحترف برا دي برضو وانو يلعب كورة على فكرة مش كل الأسر كانت كورة ما كانش لسه في الموضع ما كانش حد يفهم يعني ايه ابنه يسافر وبتاع مفيش الكلام ده خالص كانش زي دلوقتي يعني هيحترف فايركا بطيره ودلوقتي بقى المبعد ما كانش الفكرة بتاعت الاحتراف دي خالص بقول لحدك اول واحد احترف ناشئ كان موضوع صعب كان في ميدو بس لا ميدو ما كانش لسه احترف ميدو كان لسه صغير ما كانش لسه اصلا زهر ميدو يعني ميدو زهر بعدها بـ بتلت سنين تقريبا بعدما انا احترفت بتلت سنين لكن الصعوبة فعلا انه هو كان كان ياخد قرار زي ده او يبقى موافق على قرار زي ده بس ساعدني في الموضوع ان هو كان الراجل اللي عيد كرة فهو عارف يعني هي كرة وعارف يعني هي احتراف ويمكن بقول لحدك بقى موضوع كابت الصالح سليم ان انا عادت معايا قاعدة يمكن غيرت غيرت في تفكيري او كونت عندي انا حاجة في شخصيتي قالك ايه؟ مش ممكن تنسيه قالي قالي هتفشل لو رحت التمثيل لا كابت صالح قالك هتفشل كابت صالح قالي هتسافر وهتفشل بس لو انت معدنة قوي هتكمل هتسافر و هتفشل قالي هتفشل لان هم هناك سيستم تاني بلد تاني جو تاني حياة تانية هتكتئب وهتبقى نازل التمرين مش قادة تتمرن وكذا 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 لو انت بقى عندك ارادة وقوي وبتستحمل وعنيد هتنجح لو مش هتستحمل هترجع وهترجع عنها دي بس هترجع مخصور وممكن يؤثر عليك كلاعيب كورة لان لعيب كورة ثقة فيه لعيبة كتيرة قوي موهوبة جدا بس ما عندهش ثقة فما بيقدرش يكمل وفيه لعيب بيكتسب الثقة بالمجهود والتعب فتلاقيه وصل فيمكن كابتن صالح كان كلام ده اواح ولا خوفك ولا صدمتك خوفني اول كلمة هتفشل 17 سنة اول كلمة هتفشل فخوفتني فبقت في دماغي طول وقت وانا رايح مش هفشل مش هفشل هنجح هزبطه العكس هو بيحاول يستفزك يستفز الشاب ده انه يروح باقوى طاقة عنده او باحسن حاجة عنده بس وكلام طبعا تاني وانجحت او وقالي ان النادي الاهدي بيتك هترجع في اي وقت هتلاقيه موجود فدي الحاجة الوحيدة انا ممكن اتطمنك بس انا ما بحبش الفشل وما بحبش الناس الفشلة وانا بحبك فعايزك تبقى نجح كانت قاعدة قوية كلمة انا قلت ازاي حضرتك وقعت وشكرا ومشيت وقلت فيها اي حاجة صالح سليم كان ليه هيبة كان كارزمة رهيبة رهيبة وانت بتحب التمثيل فيه لعبة صالح سليم مثل وطبعا الشموع السوداء وروكي رهيب شعارف ازاي عملها حافظين الفيلم انا كمان عشان مسلت دلوقتي فعارف قد ايه الموضوع صعب يعني حقيقي اللي كابتن صالح عمله لانه يعني مثلا كابتن اكرامي عمل دور كوميدي عسل وكان قريب جدا من شخصيته على فترة انه هو كان لذيذ جدا فده لكن الدراما اللي عملها صالح سليم كابتن صالح سليم صعبة جدا على العيب كورة انت ده محتاج خبرة محتاج سنين واي ممثل يقولك الكلام ده انه محتاج برضه يبقى اشتغلت على الاقل 4-5 سنين ففهمت الشغلانة فترستأت وثقه لكن هو ما شاء الله تعلمت رباني وروحت المانيا وانجحت اشتغلت كم موسم هناك هناك لعبت خمس مواسم خمس مواسم وجبت جوان اه اه وكنت رحت الاول في الاماترز اللي هما النشئين وبعد كده بعد اسبوع اتخذت في الفريل كنت حاسس اولا ما كانش فيه مصري ما كانش فيه مصري عربي غيرك لا كان فيه هاني رمزي هناك كان رمزي بس وقتها وبعدين انا رحت وبعد كده جي محمد عمارة وياسر ردوان وبعد كده جي سمير كامونة كنا خمسة ستة اه كنا خمسة ستة في المانيا بس روحنا بالترتيب ده بالزبط بس رايح بقى لا بتعرف الماني ولا لا خالص هو فيه شوية انجليزي كده فروحنا بقى انكسر في الالماني روحنا انكسر في الالماني لحد ما تعلمناه وسنة كنت بفهم وسنة ونص سنتين كنت بتكلم وتمام حبيتهم جدا اكتر نادي حسيت فيه ان انت جزء منه ايه انت لعبت شتوتجرت لعبت بعد كده بلجيكا فجنت البلجيكي وبعدين ريزة سبورت التركي ده كان اخر نادي لعبت ولعبت في الاهلي شوية اكتر نادي بقى عموما حسيت انك مستريح احمد صلاح حسني كلاعب هو الافضل اداء انت كنت مهاجب ان خرج الاهلي برا للخصة اكيد ما كانش في الاهلي لان انا في الاهلي ملحقتش هلعبت انا عبت ست او سبع مطشط اشتوتجد طبعا اشتوتجد لان انا روحت لهم صغير تربيت على قديهم تعلمت ايه لا كتير والله كتير اوي تعلمت الالتزام اول حاجة تاني حاجة انه الالمان فو ضعف الموضوع ده بلعبوا لحد اخر ثانية مفيش حاجة اسمها تغلبنا وبقية الموضش نكمله عادي لا حتى لو خسرانيه هن هنموت نفسينا ان لو خسران ثلاثة صفر غير ثلاثة واحد غير ثلاثة اثنين عندهم كرامة وعيزة نفس في الموضوع ده جامدة جدا وبعدين هم يمكن على مدار السنين كلها ده بيثبت ان الدوري الالماني او الفرق الالمانية بيلعبوا حد اخر ثانية اي فرقة في العالم بتلعب المان بتخاف الجون في المانيا او برا مصر احلى الجون الجون اللي انت تهدفه الهدف احلى ولا في مصر احلى لا مفيش جون احلى ان انت تديب جون في بلدك في وسط جمهورك والناس تبقى بتقول اسمك وتشجعك مفيش حاجة مفيش لعيب كرة في العالم هيقولي غير كده يعني مسي نفسه اللي بيتعشق في برشلونا اكيد اكيد لما بيروح الارجنتين ويعمل حاجة لبلده وجمهور بلده واهله يشجعوه ده اعلى تكريم لي اي ان كان العيب خلينا نفتكر شوية اجوان كده لي احمد صلاح حسني عندما كان لاعبا محترفا ما بين مصر وبين اوروبا وفكرة انك تلتزم وفكرة ان انت وانت صغير وتروح وراح صغير جدا يعني وما كانش لسه في ناس شباب بيروحوا دوقتي كل الشباب حلموهم انهم طبعا يحترف في الخارج نفتكر ونرجع فين يا جماعة الاجوان الاجنبية مشان اقولتلكوا عطوا الاجوان الاجنبية كمان طيب هنشوفها كمان شوية طب سريعا بقى هسألك شوية اسئلة عن الكرة دلوقتي ايه دلوقتي؟ اه عن الكرة يعني ايه احسن لعيف الاهلي اه السلية احسن لعيف الزمالك اه اه احسن لعيف الزمالك ايه احمد؟ اصلوا ما عندهم لعبة كتير ها عندهم فريق كويس عندهم لعبة كويسة جدا انا كنت في السيزن اللي فات يعني لعبة اللي شفتهم لحد ما شفت فرجاني فرجاني موسيماني رأيك في ايه؟ مدرب جامد جدا ايه اللي ناقص الاهلي؟ اللي ناقص الاهلي اه انا مش عايز حديز ما تقول بقى؟ ليه ده شيء طبيعي ايه اللي ناقص الى يعني اصلي انا سبت الموضوع بص يا قولك حالك هو محتاج في جميع الخطوط محتاج تدعيم يعني في الهجوم محتاج تدعيم في نصر الملعب محتاج تدعيم نصر ملعب الاطراف والهموم وفي الديفنس لانه احنا متعودين في الاهلي على طول في فرقتين يعني لان بما انك بتلعب بطرات كتيرة وافريقيا وكاس ودوري وطرات كتيرة فمحتاج ان انت يبقى عندك بنش عشان يحصل فاللعبه ما تجهدش لان عدد الماتشاط بقى مضغوط جدا دلوقتي كمان مين بيلعب زيك؟ مين شبهك؟ وانت بتلعب بتقول ده المركز بتاعي ده بيلعب شبهي مين بيلعب شبهي؟ مش هيرف مفيش يعني هقولك ليه لان انا كنت طريقة لعبي كنت تارجت سترايكر تارجت سترايكر ده الطريقة دي تغارت دلوقتي مبقاش فيه الدراس الحربة المحطة اللي بيقف يستنى اللعيبة ويستلم الكرة ويحجز ويقف يستنى لحد ما اللعيبة تيجي فيحرك ويطلع نص الملعب والديفنس لنص الملعب لنص الملعب الفرق التاني فيمكن مش عايرف والله مش عايرف يعني مش عايز اقول اسمه خلاص لكن يمكن طريقة لعبي كانت مختلفة شوية لما خدت القرار وانت في تركيا ايه اللحظة اللي انت خدت فيها القرار ان انا حمشي وخلاص اللحظة اللي خدت فيها القرار هي لحظة غريبة جدا انا كنت بالعب في نادي اسمه ريزا سبورت في بلد اسمها ترابزن فعادت مثلا بتاع اسبوع الجو بيمطر ومفيش شمس غوضي وانا بيتي كان على بحر كده على البحر مبنى كده عمارة وانا في الدور عالي جدا وعلى بحر كده فوقفت في بلكونة وعادت يعني عادت اكلم نفسي بجد لانه كانت مرحلة صعبة جدا بالنسبة لي لانه حسس ان انا يعني انا اطموحي في الكورة كان كبير وكل حاجة بس عايز الحق امثل عايز ااخد القرار القرار كل الناس بتقول لي ما تاخدوش بس في حاجة جواية بتقول لي كده مش قادر بقعد اجيب كتب واقرأ عن التمثيل واتفرج على افلام واتفرج على ميكينجز واتفرج على 26 سنة كنت لسه صغير لا كنت 26 سنة صغير جدا يعني ده هو تقريبا البيك بتاع العيب الكورة انه هو بيبدأ النطج بقى من 26 سنة حسيت انه وقته يعني انا حسيت ان انا فكرة ان انا بقوي الناشئ يطلع واحترف تقريبا من 19 إلى 10 سنين وولع في منتخب مصر وولع في النار الاهل اللي يتربدي ومثل بلدي انا كده حققت عايز بقى حقق في حتة تانية ولو ما كنتش خدت القرار في الوقت ده ما كنتش هبقى قدامك دلوقتي فانا سعيد بيه حقيقي ايه التلحين كان قبل كده بقى كمان انت ملحن التلحين بقى يجي في الفترة اللي بين ان انا مثل وطبطيلي للكور فجي في النص اكتشفت بقى ان انا ايه اكتشفت الواحدة كده يعني ولا حصل ايه يعني اكتشفت انا ومسحابي انت اكتشفت فلحنت العمر ديال يعني اه اه اوله اصلي الموهبة اما موجودة اما مش موجودة لسه بتلحن؟ اه طمع بحيب بلحن بس مش زي الاول يعني يمكن كنت تبدأ الاول كنا كان عندي وقت بس بلوقتي الموضوع بقى اصاب سوعه يعني عمره وحماي وانغامه عملت حاجات كتيره يعني احلى لحنه بالنسبة لك ايه؟ احلى لحن ولدي برضه و بعدين و بعدين و بعدين عامل زي الشغل المسنسلات والأسلام مش كده أكيد في لحن حاسنه يكسر الدنيا هي فكرة بصي فكرة انك تشتغل مع عمر الدياب دي وانت قبلها بكم سنة بتكتشف انك بتلحن دي وتعمل أغنية عمر الدياب تسرق أكبر يعني تسرق أي حد و عاملة زي بصي بصي على طول بقوله أصحابي حاجة بقولهم أنا سبحان الله ربنا بيحبيني جدا لأنه أنا لما لقبت كرة مداربي كان الكابتن محمود الجهر لله رحمه وهو تاريخ وعلامة كبيرة جدا في الكرة ولما مثلت وقفت قدام أستاذ عاد الإمام اللي حصلت خلاص فوقفت قدام الكبير ولما لحنت لحنت العمر دياب فأنا ربنا كرمني بأننا راضي يعني لا راضي بذياد يعني ده الحمد لله يعني ممكن لأن أنا ما بعملش الحاجة وخلاص بعملها وإخلاص بعملها يعني بكل بكل تركيزي وكل قوتي يعني طب هنخرج فاصل قصير عشان ينضملنا الأستاذ محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج مؤلف ومخرج الدايرة ونتكلم على المسلسل ونكمل بقى الشغب مع أحمد صلاح النجم أحمد صلاح حسني نشوف المشهد ده ونخرج فاصل ونرك كل يوم الناس بتسحوا من نمع عشان يبدأوا يومهم ويشوفوا عيعملوا في إيه ويشوفوا عيعملوا في إيه اللي بيروح شغله ويشوفوا واللي بتروح جمعي ده واللي بيزور أهله واللي بتخرج مع صحابه واللي بيروح المغور واللي بتروح تطلع بصبور واللي بيروح الجنوب واللي بتروح للقوافر وجنب كل ده ومع بداية كل يوم بتكتر الأسئلة جوه الأول والأسئلة اللي بتتعبر قلوب اللي بيسأل نفسه هو أنا ليه مش مبسوط في حياتي واللي بتسأل نفسها هو أنا إزاي هتأقلم في شغلي الجديد اللي أنا أصلا مبقى حبوش واللي بيسأل نفسه إمت مراته عطرد عليه واللي بتسأل نفسها تكمل في جوازيتها ولا الجوازة دي عمرها اللي افتراضي بدها واللي بيسأل نفسه يرجع خطبته اللي سابها إزاي واللي بيسأل نفسها واللي بيسأل نفسها واللي بيسأل نفسها واللي بيسأل نفسها حلا عندي أنا موسيقى 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 موسيقى